أنا بقى بتوقف عندي كلمة يحمل يوم القيامة وزراء لا سنة واحدة معنش الوزر عبارة عن إيه؟ الوزر عبارة عن ذنب مكتوب في صحيفة الإنسان يعني ما هوش شيء محسوس مش شيء معنوي القرآن إدانا صورة جمالية خلاه شيء محسوس بل خلاك تتخيل عبارة عن حمل ثقيل كأنه حجر تقيل يكاد أنه هو يفعص الإنسان وياخده يقع عليه فاتصه ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء الوزر ده أصلا شيء مش محسوس ده القرآن خلاه محسوس وخلت إيل كمان تشعر بتقلو وهو أصلا مش حاجة ما داي شفتم الجمال شفتم جمال القرآن خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل خالدين فيه هو إيه؟ الوزر الوزر كان من شوية حمل ثقيل دلوقتي بقوا المجرمين خالدين فيه فيه جواه أيوه طبعا مقصود بيه أنه هيدخل النار يعني عقاب هذا الوزر هيبه خالدين فيه إذن الوزر بعد ما تحول من شيء غير محسوس إلى حمل ثقيل هيقع على الإنسان كأنه حجر هو شيله على كتافه وعلى راسه تحول إلى مكان إلى فراغ الإنسان بيقضي مدة العقوبة جواه إلى الأبد خالدين فيه ثم يعود مرة أخرى إلى حمل ثقيل والقرآن يقولك وساء لهم يوم القيامة حملة ويرجعك تاني أنه هو حبل ثقيل هيتسبب في فعص الشخص الذي ارتكبه مهم قوي يا جماعة أنكم تلاحظوا الصور الجمالية في القرآن إزاي ربنا بيصور من معنى شيء معنوي يحوله إلى شيء محسوس مثلا ربنا مما يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب في معنى هيه سنرعبهم بس لكن لا ده تشوف وقع كلمة سنرعبهم وكلمة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب شيء معنوي غير محسوس لكن ربنا خلا شيء محسوس وكمان حركه ألقاه سنلقي انت شايف حجر طاير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب شيء أصلا الرعب بارعا شعور شعور ربنا خلا شيء محسوس وحركه قدامك فيشعرك ده إلى انقلاب الأشياء من عالم المشاعر والأشياء الغير محسوسة إلى عالم المحسوسات والملموسات